موسيقى موسيقى أحبائي مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أشكا تعاود على لو 360 اللي بريد نقول أحبائي فالحمد لله فالتجربة ديالي مع لو 360 وبالضبط في برنامج أشكا تعاود تقريبا هذي ما يزيد عن سنتين والحمد لله جميع الفنانة صدفناهم السعادة ديالي هو أنه سبحان الله المغرب أولا يعني كيولد الأصوات كل فترة كل ستشهر كل سنة إلا وكيبنوا أصوات كتير مغربية سواء في السنف ديال الفنانات أو حتى الفنانين ولكن هذا شي جميل لأنه اليوم معنا من أصوات اللي أنا أعجبت بها صراحة تبعتها في خلال مشاركة في برنامج إكس فاكتر ومن بعد دست معنا في بعض اللقاءات في المنابر الإعلامية هي معنا اليوم هينزي يدي أهلا بك شكرا للا أخذتك أيهاد كما قلت رأت ببعتك من شحالة دي إيا أكتنامت ببعك من شحالة دي ومن الأصوات الجميلة للا أخذتك شكرا أش كنتحاول هيند بخير طيب هيند نديرو كم دخل يعني احنا تعرفوك لأنك مولوع بالفن وبالغناء حتى الآن عندك فرصية ديالك تقريبا جوج أغاني ديالك سينجل ديالك خاصة طبعا أغنيتي سرأيني وطم أغريم غريبية خسرتي خسرتي فأنت يعني ما نقولش كبدايتك مع الفن لأنه نادرتي مع بزاف ديالك في اللقاءات صحفية لكن شكولي خليك تأطري باش تولي مغنية يعني تآمن بصوتك بشي نار تقولي أنا غاد يمشي نشارك وغاد ينباني في التليفزيون وغاد ينباني مغنية واي في صراحة تعالي قدي الناس من اللي كتغني كتكون هكا غير كتدندن كتغني تيقولك صوتك زويد صوتك واعب فاتشي كيشجعك لأنك تغني أو لأنك تشارك ساقتك تشوف بار عميش كتشوف ناس يعني كيشاركو كيوصلوا لشي حواج لي كبار طيب كتشوفك تقولي لشي لا يعني ما حد ناس كتشجعني ولي كيسمع الصوت يعني كيقول صوتك زويد طيب هاد ناس اللي كشجعك وش غير من الوسط العائلي مثلا باباك ماماك خوتك لفوزن بوتاتك أنتي بنت الحي المحمدي وذي الحي المحمدي ما كعطينا الفنانات وكعطينا يعني ماشي غير فميدة الفنية كعطينا بزرق الناس يعني كفاءات في جميع الميادين أو لا في المدرسة مع صحابتك يعني شكولي كتر كيشجعك مثلا كل شي في كل حتى من الأساتيذة اللي فاش كنكون كيكون شي حكا حفل في المدرسة دي ما هينت زي درا صوتها زويد نقول لها طلعي يتغني كنت شجع من كل شي مدرسة يعني كنقول لك في كل شي يعني عامة اللي كيسمع الصوت الجاري الحمد للاتيق بي صوتك زويد عمشاركي طيب باباك تقول ملو عشويد مشاركة ايه اه اه شنو هو تايه؟ باباكي عزوف على أل تلعود و أل تلوتار طيب ما جاجزك شي مجاجز صوت منها كعباء من طولة يعني نقدروا بلو الوسط فني ايه ووسط في حسد جال الفن ماماك تغني صوتها زويد اختي يحت هيك تغني صوتها زويد باباكي أنا اللي خرش فيهم خرش مغني باباكي كنتي بيانسور انتي مازال صغيرة كتتفرجي في الفلاتيلي كتشوف في بزاف البراميج سواء في المغرب سواء خارج المغرب فكنتي كتوقع واحد نار ربما غدي تشاركي بشي برنامج وتلقي مع فنانين كبار المشهورين يعني من بعد شاركي في اكس فاكتير تلقتي مع راغب علامة مع ايديسا إلى غير ذلك كنتي كتقولي ربما نوصل لهذا اللي ساهم باش نوصل لا مشي انا كتقف بعليك تكون قرارة سهلة الشي زعمة سهل انفوال واحد كيكون عنده صوت دونك غدي يوصل لك شي اللي بغا مايباش انني انتلقى مع فنانا وهكا ماكنش متخيلة مايباش انكون قلسة بوحدي كنشتنا تلقى موضو كبدان نغني زعمة والناس كتفرج فيها او لقاسها مع فنانين يعني هذي كنظل اي واحد كيديرها سواف تمتيل سواف الغناء اي حاجة مايباش انها تتحقق صراحة مكانتش مكانتش في البالة طيب مشيتي شاركتي في البرنامج في الاقصائيات في كازا فانا بويت نرجع معك شوية اللور مني مشيتي وقيت في الناس اللي كانوا مكلفين في اللجنة التحكيم شنو غنيتي لهم صراحة انا يعني اتجرأت وغنيتليهم مغربي وغنيتليهم ساميرا سعيد وغنيتلي الوعدي داكو اليك انتي كتعرف اكيد بيسير اسمني اليك انتي كتعرف هذا نطلبهم انك تسمعينها بعدها باش نزيدوا الناس اللي كي يشاهدونا دا يتعرفوا اكتر على الصوت ايه لان امني كان قول صوت جميل ارى صوت جميل اسمير وعدي نظر إذا كان لدي Brigحان وعدي ايه ايه وعدي وعدي ايه ايه أمي والداوه سرقوه أمي والداوه حلي الله عالم بيك حلي الله عالم بيك كيفاش نصبر ونداريك كيفاش ولا يا أمي مغلوبة كيفاش يا سلام عليك ومشي مغامرة منك أنك هما سيتو شرقيين تغنيليهم مغربي وهم في الأول ما عرفوش يعني ما معرفوش الأغنية سولو وني جايش كون كي غنيك ليوم ساميرا سايد أكيد عرفو ساميرا سايد ولكن الأغنية لأنها مغربية فما عرفوهاش ما عجباتهم يعني توني الموافقة طب يا تعالوا كيفالا من أجمل أغنى مغربية فعندوزو هاد حقبة هذي دونك هاد تقريبا تمنى مقدمة فدابا إلينا دابا ديجا عندك دو سنجل ولكن كنحسس بك هند بأن مقيمكيش انتلقاء قوية شو السبب السبب هو أن كان وقع لي مشكل مع شركة الانتاج لأنا كنت معها ديجا وهذا شيء يوقع لأي واحد في البداية دياله وراك عارف سيخته وما كتكونش الخبرة يعني ما عارفش ما ما فهمش في الضمان حاجة واحدة لكتبلك هي الخدمة يعني ناس بغاوا يجيوا وعرضوا عليك عمال ضنك تقبلوا باش تبيني للناس أنا يرى أنا موجود تقدم الناس أعمال ما في الأخير صراحة ما ما تفهمناش والشركة هذه إماراتيين أو اللبنانيين؟ لا اللبنانيين يعني بدون ذكر الأسماء بلتاشي حاجة واي اه 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 احبتشتوه من بعد الغمود وكيبان وكيعتوني عرض التي أنا يعني ما خسنيش تكون يعني أنا خسني نغمان مون بان ماشي نتخبه هما وكيقدموا لي عرض على أنني نتخبه يعني ما نبانش انا حصف نفسي the super family tambourine في فيسبوك للإنستغرام هل حتى يوجد مشكلة؟ لا انا انا رفضت لهم اللي طلبوا مني طيب واحدة من انتظروا مني؟ لا 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 انا بحل مثلا نعم مع ناس اخرين في فندق المدة سنة انا يجب اني نعم في صالحي انا نعم في قطة المدة سنة انا فصالحي واننا نعم نقدم الناس أعمال. هذا هو اللي خصي يكون. ما إلا خدمت فوطة لنا غن نتخبه. ما الناس ما أريدي يعني أنا يالله بادية. طيب صوبتي معاهم أغنية تسرقني. تسرقني أهل وبنانيات صورات. وكليب فيديو كليب جميل. لا كان العمل كله كان متكامل. وخا أنا ما كنتش راضي عليه مية في المية. فالصال اللي بغي يشوف الأغنية سي دين زيادة يسرقيني راكينا في يوتيوب. وصافي وصافي ما قدمنا كل شي يعني خدمنا على كل شي خدمنا الكليب وخامك كيف ما كتلك يعني ما كنتش راضي على العمل مية في المية. حيث كتعرف ما كتديش واحد الحاجة ونتحس بها يعني مآمن بها. فصافي قلت ما شي مشكل مهم أنا نخرج شي حاجة ويشوفوني الناس أنا كاينة. ومن بعد يجيوا أعمالي أنا نخدمهم وأنا مرتاح بهم. من بعد كينة لشانسون هذه المغربية. خسرتي. كانت هي الأول الأغنية درت. صراحة هي لقات نجاح يعني دبرا عند مليون دل المشاهدة في أنغامي. يعني ملقات نجاح في المغرب هنا يا. وصافي. طيب دابا كين شي أعمال جديدة كين داتش اتصالات مع ملحينين مع كتاب مع شي شركة؟ كين ناس كتواصل معي كتقدم لي عروض ما دابرا كعرف يعني عدني الحنج خاصني مخافة الحبل. داود ما ده مدغيات. أعمل داود ما داود ما داود. لا نجاح ما داود. نعود. لكن ما ديش نعود نفس الغلاط. يعني الناس اللي بغى تخدم يعني صافي يعني. يعني وليتش وحد شوية كان ميز. طنق الناس اللي بغى تخدم صافي كسبان بغى تخدم. كين عروض أنا نختار العرض المناسب باش نقدم للناس الحاجات اللي بغام وانا حاسها. ونحس حت الحاجات اللي حستي بها ما تندمش عليها. اخرج شيها كيف ما نجحت ما نجحت مهم درسي واحد الحاجة بقناعة طيب كين اوشيف كين ده فستيفال كاي طولك شخصو حنا فادلا پيروت السيف ده با لا لا فما عرفتش زعم الصراحة انا معرفتش زعم انا هنا زعم لا زعم ما عرفتش مشكل فين كين صراحة ولكين في المغرب عمرني زعم ما دست فيشي مهرجان او لبشي فستيفال او لبشي حاجة ما صاف الحمدولي انا غامتبت الوجود دي بشوية بشوية انتوك ان شاء الله نتمنوا يكون خير ويكون القادة يكون فال خير عليك ان شاء الله وحنا ندعمينك دائما بالتوفيق ان شاء الله شكرا احيبائي